واحتفالاً باليوم الوطني السادس والأربعين للدولة نظمت بلدية مدينة الشارقة فعالية وطنية كبرى بعنوان حب الوطن في حديقة الجوز بحضور سعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية وشملت ألف عديات إقامة معارض وطنية وتراثية ومسبقات ترفيهية للكبار والصغار وفقرات فتية متنوعة وذلك بالتعاون مع مراكز أطوال الشارقة وأكاديمية العلوم الشراطية ونادي الشارقة للسيارات القديمة ونادي الشارقة للفروسية وبعض الجهات الأخرى كما شمل الاحتفاء العديد من الأنشطة الوطنية والمعارض التراثية والفقرات الفنية ومنها معرض القرية التراثية ومعرض في حب زايد ومعرض سيارة الكلاسيكية وحرصة البلدية على إقامة فعالية حب الوطن في حديقة القوز بالشرقة نظرا لموقعها المتميز في مدينة الشارقة وساحتها الكبيرة وكثرة اعتاد مرتديها من أجل ضمان مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار اشتركوا في القناة